يقيم أداء الإنسان بما يقدمه للمجتمع قيلة الكلمة بلسان عراقي ربط بيديه تيار الأمر والمستقبل لم يكن صاحب نظريات للإنسانية لكنه كتبها وحققها فعلا لا قولا فحسب أحمد إسماعيل العراقي الذي أنار بيوت العراقيين بدافع وطني وجعل مجموعة ماس القابضة في صدارة الصناعات العراقية بعد أن أصبح العراق على موعد قريب من أن تعيش بغداد في حال أجمل والحكاية بدأت بإشراف شخصي فالرجل ذو العقل المدبر لحل مشكلة من مشكلات العراق الحزين قاد مجموعة ماس لتشغل كهرباء بغداد بأربعة ألاف ميجا وط تمهيدا لتصبح أربعة ألاف وخمسمائة ميجا وط مع بداية العام المقبل فعلى ذات الأمر في كردستان وبمجموع المتفائل الذي سيكون قبل انطلاقة الرقم ثمانية ألاف وستمائة ميجا وط في الشهور القليلة المقبلة من الشمس والرياح ذهبت خطوط النجاح تكبر وتستمر أما الأرقام المذهلة التي تبهج ليلة العراقيين وأيامهم الحبلة بالفرح فإن ماس تحتضن أكبر مصنع للإسمنت ينتج ستة ملايين طن للبناء والإعمار أي ما يغطي ربع حاجة العراق في الحديد كذلك فإن البصمة حاضرة والعيون إلى نجاح سائرة مليون طن من الحديد لأجل مسح وجوه الخراب وإعمار طموح حد السحاب وهو الخير الذي في طياته الكثير في مستشفى لعلاج سرطان الدم وتدريس طلبة من أبناء الوطن لأجل العراق كل هذا وذاك دق جرس الذهول في عالم الغرب الذي قدم ولأول مرة شهادة بروفيسور لأحمد إسماعيل صانع النجاح ليكون أول عراقي بل وعربي يمنح الشهادة رسميا من إكسفورد المملكة المتحدة وبصوت يفخر بوطن يصنع الرجال يقول لسان الحال العراق في القمة